لكن خلينا نرجع لموضوع كروسو مودريتش قبل اليومين حكيت اني انا شايف غياب الاثنين مع بعض اخطر بكثير من غياب نايمار على باريس سان جيرمان وكثير طبعا كالعادة في وجهات نظر وهذا شي طبيعي في خامس اشياء بتخليني دائما احكي كروسو مودريتش مع بعض غيابهم بخلينا احكي اقرب لنقطة كارثية بالنسبة للريع المدرية الاولى في شي في كرة القدم اسمه ادارة المباريات اللي هو تعرف متى تخلي الرتم سريع بطيء متى تخلي اللعب في احتكاك بدني بدون كرة متى تحاول تخلي الفريق يلعب على اطراف كل هذا الشي في ادارة المباريات خارج حتى سيطرة المدربين ملؤما ما مورنيو وصف فابريقاس باللاعب المحلل في الملعب تشافي هرناندز فريكسون كان يحكي عنه انه بينايمك بيخلي الفريق ينام خصمه ينام بدون ما يحسه وبعدين فجأة بيسرع الرتم فجأة متحكم باللقاء وهدول حاليا في الارض الملعب في اوروبا ولانا اعتقد بودريش بكرونس هم احسن اثنين بديروا المباريات ولما ديبوا الاثنين معناها في فوضى في الادارة تحت اللقاء الامور هاي ما بتظهر لما تلعب مع ختافي بتظهر لما تلعب مع سان جيرمان وممكن تلقى هدف اول هون بتصير محتاج ناس تدير اللقاء ناس تعرف كيف تمشي اللقاء تمشي دقائقه الشي الثاني هم الوحيدين في الريال مدريد اللي بيعرفوا يرجعوا للخلف ويصعدوا بالكرة بجودة طبيعية بدون ما يغامروا بدون ما يخسروا كرة وبدون اي مشاكل وغيابهم حيخلي الريال مدريد يعاني جدا بالصعود بالكرة في مباريات كبيرة خاصة لو الخصر ضحى بدنيا للضغط العالي عليهم المسألة الثالثة مسألة طبيعية هم منسجموا كويس مع كاسميرو اللي هم سنتين بيلعبوا معنا عارفين كل شي تجربة اشخاص جداد مع كاسميرو هتأدي بالتأكيد لبعض عدم التجانس اللي ممكن يكون مفاجئ وممكن يكون صادم وممكن يكون مكلف وهذه مسألة تفاهم مع بعض تفاهم مع قلوب الدفاع أيضا تفاهم مع الأظهرة أيضا هتكون مفقودة وهذي الشيء أيضا مكلف النقطة الرابعة أضعف خط بالنسبة لسان جيرمان نسبيا مقارنتها بريвид هو خط الوسط لما نقارن المستوى اللعبين بمستوى اللعبين وبالتالي تغييب اهم اثنين بخط الوسط بريвид نقطة الضعف الاهم بسان جيرمان تختفي بطلا عنده نقطة ضعف بصير المستوى متكافئ فيها وبالتالي سام جرمان هيستفيد من هذا الشي في هذا اللقاء النقطة الخامسة بتتعلق بالذكاء و قوة الشخصية صراحة مع بعض مودريتش و كروس عندهم قوة شخصية مهمة في الملعب حاضرة موجودة بيقدروا بأي لحظة يحسسوا الخصم انه مش قادر يمسك الكرة بيقدروا يخدعوا بعض المواقف غيابهم هيخلي الشخصية أضعف لانه فعليا ما فيه أي لعب وسط فريع مدريد احتياطي حتى ما فيهم اسكو من مكان عنده قوة شخصية نفسها بملكها كروس أو مودريتش وبالتالي بتأثر على شخصية الفريق خمس نقاط بخليني أحكي غياب مودريتش و كروس مؤثر جدا جدا جدا